اشتركوا في القناة الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب وضعت بين الجمل والعبارات والكلمات وبتأمل مواضع هذه الرموز تدرك أنها وضعت لتيسير القراءة وفهم المعنى وتحديد مواضع الابتداء ومواضع فصل الجمل وتقسيم العبارات والوقف على المواضع التي يجب السكوت عندها حيث ينتهي المعنى أو جزء منه فضلا عن تغيير النبرات الصوتية في أثناء القراءة بما يناسب المعنى وتسمى تلك الرموز علامات الترقيم التي تعد من عناصر التعبير الكتابي الأساسية ولو كتب النص من دونها لصعبت قراءته وفهم معناه فإنك إن كتبت ما أحسن خالد وما أحسن خالدا وما أحسن خالد ظن القارئ أن هذه الجمل الثلاثة متكررة لأنها تبدو في الظاهر جملة واحدة مكونة من الكلمات الثلاث نفسها ولكنك إن وضعت علامات الترقيم وكتبت ما أحسن خالد وما أحسن خالدا وما أحسن خالد فهم القارئ أن هذه الجمل مختلفة في المعنى لا متكررة فوضع النقطة في نهاية الجملة الأولى جعلها جملة خبرية منفية بما النافية ووضع علامة التعجب في نهاية الجملة الثانية جعلها جملة تعجبية ووضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الثالثة جعلها جملة استفهامية عد إلى النص لتتعرف بعضا من هذه العلامات ومواضعها أولا الفاصلة أنعم النظر في مواضع هذه العلامة في النص تجد أنها قد وضعت بين الجمل الطويلة المعطوفة بعضها على بعض مثل الفاصلة التي وضعت بين جملة لو لم يشر القرآن الكريم إلى قصة المؤاخات بين المهاجرين والأنصار فوضعت هنا الفاصلة وجملة ولم تأتي النصوص النبوية الصحيحة والشواهد التاريخية الموثقة لتؤكد هذه الحادثة فقد وضعت الفاصلة بين الجمل الطويلة المعطوفة كذلك وضعت بين العبارات والجمل القصيرة المتصلة التي تركب من مجموعها كلام تام الفائدة إذن بين العبارات والجمل القصيرة المتصلة مثل جمعت بين القوي والضعيف والغني والفقير هذه الفاصلة والأبيض والأسود فاصلة والحر والعبد فاصلة ومثله قولك ما خاب طالب مجتهد ولا تاجر صادق فاصلة ولا عامل مخلص في عمله فاصلة ووضعت أيضا بعد المنادة ليتهيأ السامع لمعرفة ما هو مطلوب إليه بهذا النداء إذن وضعت بعد المنادة مثل يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير إذن نضع الفاصلة بعد النداء ومثل قولك يا رجل اتق الله الفاصلة بعد النداء وهناك مواضع أخرى للفاصلة منها بين القسم وجوابه ليؤكد بهذا السكوت الخفيف أهمية الكلام الذي سيقال بعد القسم إذن توضع الفاصلة أيضا بين القسم وجوابه مثل والله لأكرمن الضيف الفاصل الفاصلة بين القسم وجوابه كذلك توضع بين أنواع الشيء وأقسامه إذن توضع بين أنواع الشيء وأقسامه مثل الكلام ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف الفاصلة توضع بين أنواع الكلام أو أقسامه وبين جملتي الشرط وجوابه إذن بين جملتي الشرط وجوابه مثل إن أطعت والديك نلت رضا الله فتوضع الفاصلة بين جملة الشرط وجملة الجواب والعلامة الثانية من علامات الترقيم هي الفاصلة المنقوطة تأمل مواضع هذه العلامة في النص لتعرف أنها قد وضعت بين جملتين بينهما علاقة سببية أي إن الجملة الثانية كانت سببا للأولى إذن توضع بين جملتين بينهما علاقة سببية مثل لقلنا إنها قصة من نسج الخيال لأن مشاهدها وأحداثها فاقت كل تصور إذن الفاصلة المنقوطة بين جملتين الجملة الثانية منهما سببا أو تعليلا أو تفسيرا للأولى لاحظ العلاقة بين الجملتين تجد أن جملة لأن مشاهدها وأحداثها فاقت كل تصور كانت سببا لقولنا إنها قصة من نسج الخيال لذا وضعت الفاصلة المنقوطة بين الجملتين ومثل ذلك قولك كافأ المدير الطالب لأنه تفوق في الامتحان فوضعت الفاصلة المنقوطة بين الجملتين لأن الجملة الثانية هي تفسير أو تعليل أو سبب للجملة الأولى كذلك وضعت الفاصلة المنقوطة بين جملتين إحداهما نتيجة للأخرى أي إن الجملة الثانية هي نتيجة للأولى فتوضع الفاصلة المنقوطة أيضا بين جملتين إحداهما نتيجة للأخرى مثل الشعور بالغربة ومفارقة الأهل والديار وترك معظم الأموال والممتلكات في مكة وطبيعة الوضع المعيشي والاقتصادي الجديد فضلا عن الآثار الصحية والبدنية التي أحدثها الانتقال المفاجئ إلى بيئة أخرى مما أدى إلى ظهور الأمراض في صفوفهم فوضعت الفاصلة المنقوطة بين الجمل لأن الجملة الأخيرة هي نتيجة عن الجمل السابقة تأمل العلاقة بين الجملتين تجد أن الجملة الثانية أدى إلى ظهور الأمراض في صفوفهم كانت نتيجة للجملة الأولى الشعور بالغربة ومفارقة الأهل والديار وترك معظم الأموال والممتلكات في مكة ومثل ذلك قولك لقد غامر التاجر بماله في مشروعات لم يخطط لها فتبدد هذا المال فوضعت الفاصلة المنقوطة بين الجمل لأن الجملة الثانية نتيجة عن الجملة الأولى أما علامة الترقيم الثالثة فهي النقطة ولعل النقطة هي أشهر العلامات وأكثرها استعمالا وشيوعا توضع هذه العلامة في نهاية كل جملة تامة المعنى مثل العمل الصالح يرفع قدر صاحبه فوضعت النقطة في نهاية الجملة تامة المعنى وأما علامة الترقيم الرابعة فهي القوسان لاحظ أن هذين القوسين قد وضعت بينهما الجمل التي تفيد الدعاء مثل صلى الله عليه وآله وسلم ومثل عليه السلام ومثل رضي الله عنه إذن فقد وضعنا هذين القوسين بين الجمل التي تفيد الدعاء كذلك وضعت بينهما أرقام الآيات القرآنية الكريمة مثل سورة النساء الآية الثالثة والثلاثون وسورة الحشر الآية التاسعة إذن فقد وضعنا بين القوسين أرقام الآيات القرآنية الكريمة وتوضع بينهما كل الأرقام التي تقع في وسط الكلام مثل قولك ولد الجاحظ صاحب كتاب البخلاء في البصرة عام 159 للهجرة وتوفي فيها عام 255 للهجرة فوضعنا بين القوسين الأرقام التي تقع في وسط الكلام ويوضع بين القوسين أيضا الكلام المفسر لما قبله مثل الجنان بالكسر جمع الجنة والجنان بالفتح القلب فوضعنا بين القوسين الكلام المفسر لما قبله أما علامة الترقيم الخامسة فهي علامة التنصيص دقق النظر في مواضع هذه العلامة لتعرف أنه قد وضع بين قوسيها المزدوجين قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فقد وضعنا بين علاماتي التنصيص قول الله تعالى وكذا يوضع بينهما كل كلام ينقل بنصه حرفيا من دون تغيير كالأحاديث النبوية الشريفة مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم فقد وضعنا بين علاماتي التنصيص حديثا نبويا شريفا أي يوضع بين علاماتي التنصيص كل كلام ينقل بنصه حرفيا من دون تغيير ككلام الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم أو ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة أما علامة الترقيم السادسة فهي الشرطتان تسمى الشرطتان علامة الاعتراض لأن العبارات أو الجمل الاعتراضية التي يقصد بها التوضيح توضع بينهما مثل ما ورد في النص فالإمام علي رضي الله عنه أو عليه السلام وهو أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤاخات وقبلها ينام في فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام ليحميه من حلفاء الشياطين من قريش فوضعنا بين الشرطتان الجملة الاعتراضية التي يقصد بها التوضيح فجملة وهو أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤاخات وقبلها قد وضعت بين شرطتين لأن الغرض منها كان هو التوضيح وكذلك توضع بين الشرطتين العبارات أو الجمل الاعتراضية التي يقصد بها الدعاء مثل نجح أخوك رعاه الله بتفوق فوضعنا بين الشرطتين الجملة الاعتراضية التي يقصد بها الدعاء والآن خلاصة درس الإملاء علامات الترقيم هي رموز توضع بين أجزاء الكلام المكتوب أو في آخره لتيسير القراءة وفهم المعاني التي قصدها الكاتب وبين مواقع الابتداء والوقف ولإرشاد القارئ إلى تغيير نبراته الصوتية في أثناء القراءة بما يناسب المعنى ومن أهم علامات الترقيم أولاً الفاصلة وتوضع بين الجمل الطويلة المعطوف بعضها على بعض وتوضع أيضاً بين الجمل القصيرة المتصلة التي يتركب من مجموعها كلام مفيد وتوضع بعد المنادى وتوضع بين جملتين الشرط وجوابه وتوضع الفاصلة بين أنواع الشيء وأقسامه ثانياً الفاصلة المنقوطة وتوضع بين جملتين إحداهما سبب للأخرى أو نتيجة لها ثالثاً النقطة وتوضع النقطة في نهاية كل جملة تامة المعنى رابعاً القوسان توضع بينهما الجمل التي تفيد الدعاء وتوضع بينهما الأرقام التي تقع في وسط الكلام وكذلك يوضع بينهما الكلام المفسر لما قبله أما علامة التنصيص فيوضع بينهما الكلام المنقول بنصه نقلاً حرفياً من دون تغيير وأخيراً الشرطتان توضع بينهما الجمل المعترضة التي يقصد بها التوضيح أو الدعاء وبهذا القدر أعزاء الطلاب ننهي مراجعة درس علامات الترقيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته